الأمن الغذائي في لبنان إلى الواجهة من جديد بعد الحديث عن بيع الملاحم لحما أحمر مستوردا من الهند الأمر الذي تسبب بحالات تسمم وخلق حالا من البلبلة إلا أن حقيقة الأمر أن بعض تجار اللحوم يخلطون اللحم الهندي المستورد باللحم البلدي لتحقيق مكاسب مالية من الزبائن على اعتبار أن كيلو اللحم البلدي لا يقل عن 12 دولار بينما اللحم الهندي أرخص ويباع ب7 دولارات كحد أقصى وأحيانا أقل نقابة القصابين تتابع الملف لسيما بعد زيادة الشكاوى في موضوع غش اللحمين في لحم هندي لحم جاموس هندي في نوع اللي هو الرول الهندي والتريمينج الهندي اللي هو أسوأ أنواع اللحوم اللي هو بقايا اللحم بجمعوها ضمن رول ويجمدوها ويبعتوها على لبنان عم بيقوموا بتسطير محاضر واللي هي إيمتة رمزية كثيرة اللي هي لا تتجاوز الـ 100 دولار المسئولية الأولى تقع على وزارة الزراعة المولجى الكشف عن نوع اللحم الهندي المستورد ما إذا كان مطابقا للمواصفات أم لا أي تاجر في لبنان بديوا يستورد لحوم هندي ولا برازيلي ولا من أي محل من العالم بتشكل فريق من وزارة الزراعة وبيروح على المسلخ بأي بلد بالعالم وخاصة الهند خاصة الهند بيتشيك على المسلخ على طريقة الدبح هيدا اللحوم لما تجي على لبنان تجي بتنفحس في فوصات مخبارية في فوصات مخبارية بتخضع لقلة وبشكل مضاعف ومع وزارة الزراعة مسئولية أخرى تقع على عاطق وزارة الاقتصاد ويضع المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر للغش الحاصل في خانة الغش التجاري ولا خوف من حالات التسمم كما يشع في وقت أكد أبو حيدر أن الوزارة أقفلت بالفعل عددا من الملاحم التي تخلط اللحم الهندي بالبلدي كما سطرت محاضرة بحق المخالفين وحولتها إلى القضاء المختص وفي هذه الحالة على اللحامين أعلام الزبائن بنوع اللحم الذي يبيعونه وعلى أن تترك لهم حرية الاختيار طبعا مع التبليغ عن أي شكوى إلى مديرية حماية المستهلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر